السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم عبدالقادر فتح الله وانتو بتشوفوني على قناتي انجليزي سهل اهلا بكم مرة تانية اعزائي طلاب الصف العاشر النهاردة ان شاء الله محضر لكم مفاجأة جميلة جدا وهدية بسيطة جدا لكم وطبعا الهدية ديت هتكون الهدية اختبارات وتدريبات على الهدية اللي احنا هنتدرب عليها ان شاء الله في الساكن بريد او الساكن ترم ان شاء الله النهاردة محضر لكم خمس كوزات ان شاء الله هنحلهم كلك مع بعض هنتدرب عليهم هنعرف ازاي نحل سؤال البوكاب هنعرف ازاي نحل سؤال الجرامر وحنفوت ان شاء الله على سؤال الشورت باراجراف اللي ان شاء الله مكون من ست جمل درب تدريبات مكثفة جدا هنعرف ان شاء الله التبس والتريكس اللي هي هتساعدنا ان شاء الله في الحصول على الدرجة الكاملة في الكوز خاص بالصف العاشر طبعا الكوزات دي اتعملت الحمد لله بمجهود بسيط جدا مني ومن ميس مادلين نبيل طبعا بنوجه الشكر الجزيل لميس مادلين على التعاون الكبير اللي بصراحة يعني فاق المجهود الجبار في فترة قصيرة جدا الفكرة جات ان احنا نعمل كوزات لطلبة الصف العاشر والحضاشر والحضاشر علشان الامتحانات القصيرة القادمة وطبعا في النو تايم يعني تقريبا في يومين عملنا المجهود ده للصف العاشر والحضاشر 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 فكل الشكر لميس مادلين وربنا تقبل منك ومننا صالح العمل ان شاء الله طبعا الكوزات دي يا شباب بتغطي يونت سافن انيت لان احنا طبعا احنا عارفين دلوقتي ان احنا تقريبا لسه شغلين في يونت ايت وانا عارف ان فيه مدارس بدأت تمتحن وتختبر الطلاب في يونت سافن انيت اوكي فطبعا احنا مش مغطين يونت ناين ان شاء الله لو فيه وقت ممكن نغطي يونت ناين في المستقبل هنغطيه علشان طلاب المدارس اللي هتختبر في يونت سافن ايت اناين تعالوا كده مع بعض نبدأ بالكوز نوبر وان طبعا عبدالقادر فتح الله وميس مادلين نبيل فطبعا هنبدأ مع بعض كده الكوزات بتاعتنا زي ما ان شايفين ان شاء الله تنصيق هائل من ميس مادلين من ميس مادلين سوريا ميس احنا دايما متعاودين على كده اوكي طيب دلوقتي نبدأ بالفيرس بيريت كوز اللي هو سؤال الكلمات طبعا في سؤال الكلمات ده شباب بيبقى دايما عندك البرس بسبيتش مهمة جدا اجزاء الكلام اللي هو كان ناون اسم لازم تبقى عارك الجملة بتتطلب ايه وبتحتاج ايه فعالة فلازم تبقى متعود على كده يلا بينا كده نقرأ مع بعض نمبر وان وطبعا السؤال زي ما انتم شابين عليه عشرين درجة سؤال الفوكاب كل جملة بيكون عليها خمس درجة تركز بقى معايا في الجملة الاولى نحن تعودنا دايما مع سؤال الفوكاب اني دايما بيكون فيه كي ويرز الكلمات المفتاحية اللي بتساعدنا في حل الجمل يلا بينا كده نشوف يطرى احنا عندنا هنا فاينايت ولا هازردس ولا سترونج ولا إيريفيرسيبول نركز بقى مع بعض كده احنا بنتكلم عن السيل فونس طبعا احنا عارفين كلمة السيل فونس اللي هي الموبايلات اللي هي التلفونات المحمولة وعندي كلمة ديستركت يعني كلمة ديستركت يا شباب كلمة ديستركت معناها يشتت يشتت مين يشتت الدريفرز اللي هو السائق طيب على او فروم دي رود من الطريق تلا بصوا كده معايا سال فونس ديستركت دريفرز دي رود الحاجات دي كلها لما تيجي تعمل كنيكشن بين الافكار دي موبايل يشتت السائق على الطريق هل ده مزبوط ولا ده كويس ولا ده ايه ها هنقول مع بعض هازردس اللي هي بمعنى يا شباب بمعنى خطير اذا السيل فونس مع الرايد تؤدي الى ان العمل ده حيكون هازردس بمعنى خطير نركز بقى مع بعض هنا انا بتكلم عن السولار اوكي نركز بقى مع بعض طبعا كلمة باور بتيجي بمعنى الطاقة اللي هي اي واحدة من الكلمات اللي موجودة هنا شباب حتلاقي نفسك بتقول ابلايانسز برافو عليك او برافو عليك وكلكو لان طبعا كلمة ابلايانسز هي اللي هتحتاج للباور اللي هناخدها من السولار برافو عليكو في المنزل طبعا ننبر ثري نركز بقى معايا هنا في الجملة نركز بقى مع بعض هنا في كلمات مفتاحية موجودة في الجملة زي ما انت شايف كده معايا كلمة ماني وعند كلمة بانك وعند كلمة شابين لما تيجي تقول ايه العلاقة بين الكلمات الثلاثة دي والفعل اللي احنا هناختارها يا ترى احنا بنتعامل مع البنك ليه علشان نسحب منا فلوس ايوه برافو عليكو اذا اللي جابة هنا هتكون درا او تقدر تقولها بي البريتش هتقولها درو تمام نمبر فور بمعنى يسحب النقود من البنك سو ساينتستس تري تيوز شيلز ذات كان دستروي تيومرز خلي بالك الكلمة دي ممكن تقولها تيومرز تيومرز دي بريتش لو حبتها هتقولها اميريكان زي كده هتقولها تيومرز اوكي بي هيتين ذام هم كلمة ساينتستس علماء شيلز دستروي تيومرز اوكي طيب بصوا كده معايا طرح هناختار سيلف امبلويت ولا جولد كوديد ولا لاجبول ولا ابيديونت طبعا احنا درسنا في منهج عاشر كلمة مرتبطة مع الشيلز دايما بنقولها وبنحفظها مع بعضها فايه الكلمة اللي مرتبطة بالشيلز يا شباب غير جولد كوديد برافو عليكم جولد كوديد شيلز جولد كوديد اللي هي مطلية بالذهب اوكي سهلة جدا شباب العلماء عارفين ان الجولد كوديد شيلز ديا بتدمر الخلايا السرطانية عن طريق التسخين برافو عليكم جولد كوديد هي الاجابة الصحيحة السؤال الثاني اللي هو سؤال الجرامر يا ابطال طبعا بيتكون من تين ماركس او عليها عشر درجات بناخد عليه عشر درجات زي منتو شايفين والنمط ده بيجي بالشكل ده فروم اي بي سي ها طبعا عندي هنا ثالت اجابات بس شباب بيبقى فروم اي بي ان سي كما هو مطلوب منك كده بين الاقواس هنحاول ان احنا نختار الاجابة الصحيحة وده طبعا السؤال القديم لو تتذكروا معايا اللي هو الترانسفورميشن اللي كنا بناخده زمان واي احنا بنكتب الاجابة كده في ايه في فراغة تمام هنا دلوقتي بقى مالتبول تشويس يعني اختياري من متعدد بتختار انت الاجابة الصحيحة وكده اسهل لكم نركز بقى مع بعض من طبيعة الجملة كده انت شايف معايا الفعل ايه الفعل هيت مع الفعل وي ده اسمه زمن ايه المضارع البسيط طيب طبيعة الجملة اللي انت شايفها دي تحس كده ان هي يعني علمية وبالتالي زمن المضارع البسيط اللي انت بتستخدمه دايما للتعبير عن الحقائق العلمية دايما بتستخدمه مع الحالة ال ايه عندنا ثلاث حالات بالنسبة لي الصف العاشر عندنا الصفرية عندنا الاولى وعندنا التانية برافو عليكم طيب انا عندي هيت هنا مضارع بسيط فعل نظيف فيرب وان ليه لاني وي جمع برافو طيب هنا ات يا ترى جمع ولا مفرد نركز بقى معنا هنا في المضارع البسيط بنشرح المضارع البسيط قلنا مع الجمع الفعل النظيف يا استاذ فيكون فيرب وان اما مع المفرد بيكون الفعل ايه برافو عليكم جاوبوا كده معايا بقى وخلينا نكتب الاجابة سوا احنا هنا لما نيجي نختار اجابة طبعا احنا هنضلل على طول مش هنكتب الاجابة فطبعا احنا هنا لما نيجي نكتب الاجابة هنقول ايه if we heat water to 100 degrees it would evaporate ولا if we heat water to 100 degrees it evaporated ولا if we heat water to 100 degrees it evaporates احنا طبعا اتفقنا وقلنا مضارع بسيط يبقى مع it المضارع البسيط يبقى verb plus s برافو عليكم اذا الاجابة هي الاجابة الاخيرة يا ابطال if we heat water to 100 degrees it evaporates لو نسخن المية عند 100 درجة مقوية ايه اللي بيحصل المية it evaporates بتتحول الى بخار وتتبخر برافو عليكم ده زمن المضارع البسيط مع الحالة الصفرية يا ابطال number six I can't speak French I wish I ركز معايا في الفعل can't present or past or future هتقولك present هقولك ممتاز طيب مطلوب منك انك تعمل complete يعني اكمل الاجابة الصحيحة I can't speak French I wish I could speak French ولا I can't speak French I wish I will speak French ولا I can't speak French I wish I can speak French هقولك بعد I wish دائما بيجي present ولا past هتقولي past هقولك صح هل يجي بعد I wish ها المعنى اللي موجود هنا اللي هو can't ولا بنعكسه ها انا بقول انا ما بعرفش اتكلم او انا لا استطيع ان اتحدث French لما تيجي تستخدم اسلوب التمني I wish هتقول ما بعرفش ولا ريتني كنت بعرف صح هتقولها كده في الماضي وبالتالي هنا هنحول can't هنحول can't الى model verb في الماضي المodel verb اللي في الماضي موجود هنا عندنا شباب وهو الاجابة number a ليه بقى شباب لان احنا قلنا بعد I wish بيكون حاجة اسمها unreal past ماضي غير حقيقي يعني unrealistic يعني it's not real مش حقيقي الكلام ده بس just out of your imagination من خيالك فقط بتعود للماضي كما لو كان الحاجة موجودة في الماضي ولكنها طبعا الجملة real happening هنا ان هي الحقيقة بتقول انك انت مابتعرفش تتكلم فرنسي بس انت بتتخيل بتتمنى انك لو كنت تعرف تتكلم فرنسي فهنا هنقول I wish I could I wish I could speak ركز could وراها verb one برافو يلا بينا اوكي وصلنا بقى للتحدي الجميل التحدي الجميل بتاعنا بيقولك plan and write a paragraph of six sentences about the advantages of alternative energy طبعا انا زي ما انت شايف هنا انا مجهز لك الإجابة على طول وحبعتها لك ان شاء الله بإذن الله تلاقوا الإجابة موجودة في صندوق الوصف بالنسبة لي المكتوبة مع العينات اللي موجودة من موضوع التعبير علشان ما ناخدش وقت في الحلقة وتقدر انك تدرس براحتك وتدرس الافكار براحتك وتشوف الموضوع اللي احنا كاتبينا كاتبينا بشكل ايه وكم فكرة موجودة الترانزيشن ويرز او الينكرز او الكلمات اللي بتربط البراجراف مع بعضها او الجمل ببعضه مع بعضها هتلاقيها موجودة ان شاء الله وتدرس بروحك احنا حنعمل سكيبن لان ده ان شاء الله احنا حنعبيه سوا ونبعته لكم طيب دلوقتي ده النمط التاني يا شباب من الكوز خلينا كده نشوف خلينا كده نشوف طيب نقرأ مع بعض كده طبعا زي ما انتم عارفين عارفين الدرجات عشرين درجة يا شباب نقرأ كده مع بعض نمبر ون انا عندي هنا مشكلة عندي كلمة وعندي he can't breathe easily مركز معا في الجوز ده he can't breathe easily يعني ما بعرفش يتنفس كويس موتورينج ولا أبلايانس ولا آزمة ممكن تنطقها آسمة ولا واست نركز بقى مع بعض هنا احنا عندنا he can't breathe easily واحد ما بعرفش يتنفس فاكيد عنده ايه عنده آزمة او آسمة هي مشكلة الرب يا شباب نمبر 2 the number of cars will help to solve congestion in roads and streets نركز بقى مع بعض احنا هنا بنتكلم عن numbers of cars will help to solve or to solve congestions كلمات دي تعتبر كلمات مفتاحية حتساعدني في الحل كلمات دي تعتبر كلمات مفتاحية حتساعدني في الحل انا بقول will solve يعني هيحل مشكلة الازدحام يا طرح هناخد الفعل بقى هنا او الجيرند اللي هنختار هنا هنقولي consulting ولا generating ولا squandering ولا diminishing نركز بقى مع بعض كده نحن عندنا الفعل diminishing اللي هو يا شباب بمعنى ايه؟ بمعنى يقلل diminishing the number of cars will help to solve congestion in roads and streets تقليل عدد السيارات على الطريق حيساعد ويحل معانا في التخلص من مشكلة الازدحام في الطرق والشوارع برافو عليكم number three I can't understand anything of this article the writing isn't very نركز بقى مع بعض في الاختيارات يا طرى احنا هنا بنتعامل مع اربع صفات هناخد latest ولا bifocal ولا legible ولا obedient I can't understand anything of this article معناها ايه؟ انك منتش فاهم اي حاجة من هذا المقال the writing احنا بنتكلم على الكتابة the writing isn't very what latest bifocal ولا legible ولا obedient سهلة جدا يا شباب ها اكيد انت حتقول لي legible يعني مش مفهومة مش مقروئة برافو عليك طبعا انا بقولك انك منتش فاهم تقرأ المقال ففي مشكلة في الكتابة المشكلة اللي في الكتابة ديت يا ابطال هي ايه؟ هي انها مش legible مش مقروئة مش واضحة مش مفهومة برافو عليكو number four I like this photograph it always me of the happy moments with my family yeah photograph it always me of the happy the happy moments with my family بمعناه يذكر دايما بيجي مع حرف الجر of reminds me of the happy moments with my family good خلصنا سؤال الفوكاب سؤال grammar from A B and C choose the correct answer as required طبعا عشر درجات كل نقطة برضو عليها خمس درجات الشباب كالعادة if foz listen to her teacher yeah what will happen or what would happen okay انا كده تقريبا حاولت ان انا اساعدك اوكي لاحظ معايا ان انا عندي الفعل listen yeah دي الحالة الكام يا شباب zero one two yes الحالة التانية if foz listen to her teacher she won't be punished ولا she wouldn't be punished ولا she wouldn't have been punished نركز بقى مع بعض احنا قلنا الحالة التانية الحالة التانية بتقول لما if تيجى في اول الجملة بيجوارها verb two والجملة اللي بتيجي بعد الكامة بيكون would plus verb one مرابع عليكو اذا الحالة هنا هيكون number B yeah that's it if foz listen to her teacher she wouldn't be punished good okay الجملة رقم ستة ابطال I don't have much money I wish I be rich الجملة دي مهمة جدا قاعدة wish يا شباب احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا ثلاث حالات لif او ثلاث حالات I wish طيب ركز بقى معايا يا طرق I wish اللي موجودة في السياق ده في اي زمن معايا I don't have I don't have much money يعني انا ما عنديش فلوس كافية I don't have much money الجملة دي في المضارع طيب لما انت تيجي تتمنى حاجة بتحصل في الواقع دلوقتي وعاوز ان هي كانت تكون معاك او كانت تكون في ايدك او كنت تكون في الحالة دي فحتستخدم الرب تو في الابطال فحنقول اي I don't have much money I wish I have been rich I don't have much money I wish I were rich ولا I don't have much money I wish I am rich نركز بقى مع بعض احنا قلنا حنستخدم بعد اي وش يا شباب اذا الاجابة هنا حتكون برافو عليكم I wish I were طبعا انا عارف ان في بعض الناس ممكن تيجي تقول لي اي وش موجودة وراها I هي مش المفروض I تاخد was حولك اي صح ده في الجمل العادية زي ما تيجي تقول I was at home last night هنا was هتاخد I على طول والطبيعي جدا ان هي هتاخد I لان ده real past ده ماضي حقيقي لكن هنا في جملة شباب unreal past ماضي غير حقيقي I المفروض زيها زي ضمائر المفرد وزيها زي ضمائر الجمع هتاخد were يعني علي وهي وفاطمة وشي ويت وبويز وكل الضمائر سواء كانت مفردة او جامعة هتتعامل مع were بعد I wish اوكي I don't have much money I wish I were rich مرافو عليكم طيب ننتقل مع بعض طبعا ده سؤال بتكلم عن The disadvantage of alternative energy اللي هي عيوب الطاقة البديلة وطبعا زي ما انتم عارفين مطلوب منكم introductory sentence جملة اللي هي topic sentence اللي بتقدمها في بداية الفقرة وال supporting details اللي هي التفاصيل بتاعة ال paragraph او الفقرة وبعد كده بتختم ب concluding sentence اللي هي الجملة الختمية مطلوب مننا كم جملة يا ابطال مطلوب مننا ست جمل العدد ست جمل تكتبهم عن الفكرة بتاعة دي الفكرة اللي هي العيوب بتاعة الطاقة البديلة اوكي تمام جدا طبعا عليها خمس درجات ممتاز عندنا كم درجة يا شباب في ال writing بالنسبة لي writing عندنا 25 يبقى اجمالي عدد ال writing كم شباب اجمالي عدد ال writing هنا هيكون 30 درجة خمسة على المخطط 25 في ال paragraph تمام اوكي الامتحان الثالث يا ابطال نبدأ على طول the best answer number one a and must keep alerted to avoid injury or death caused by accidents نركز بقى مع بعض هنا احنا بنتكلم عن ايه motorist ولا appliance ولا congestion ولا breakdown نركز بقى مع بعض هنا احنا بنتكلم عن حاجة فيها فيها خطورة ركز بقى معايا انا هنا بقول ايه injury اصابة death الموت caused by accidents اربطي الحاجات دي كلها مع بعض المفاتيح دي هتلاقي ايه الكلمة اللي موجودة في الاربع لها علاقة بي الحاجات دي accidents الليها علاقة بمين injury or alerted ولا death كل ده مرتبط بلا ايه يا شباب مرتبط بالموترست اللي هو قائد المركبة a motorist must keep alerted to avoid injury or death caused by accidents طبعا قائد المركبة معروف motorist number two by dialogue and discussion everybody can his disagreements and disputes everybody can المفروض هنا their disagreements and disputes لان دايما مع everybody الضمير بيكون there تمام؟ فهنقولها ايه يا شباب بقى by dialogue and discussion everybody can their disagreements and disputes فهنلقى لي spoil ولا generate ولا resolve ولا squander هنا اركز بقى معايا انا عاوز احل المشكلة مش عاوز اعقدها وبالتالي هاختار الفعل resolve تمام؟ بمعنا يحل يحل الاخلاف أو الشقاق حسنا in Egypt some streets have flooding in winter due to its bad and old draining system طبعا كلمة draining system اللي هو نظام نظام الصرف نظام الصرف الموجود فيه الشوارع احيانا كثيرا في الدول اللي هي بيكون فيها ازدحام وطبعا فيها تركيبة سكانية عالية بالتالي بيكون فيه مشاكل لما بيحصل فيضان نركز بقى معايا هنا احنا بناخد مثال على ايجبت في بعض الشوارع in some streets have a flooding in winter due to its bad and old draining system يطرح ان يختار هنا patient ولا frequent ولا bifocal ولا obedient نركز بقى مع بعض هنا احنا بنتكلم على مشكلة دايما بتحصل كل مطر مع كل فيضان مع كل شتاء وبالتالي احنا بنتكلم عن ايا شباب فبنتكلم عن frequent فريقونت معناها حاجة متكررة بتحصل sporadically يعني من from time to time every once in a while In Egypt some streets have frequent flooding in winter due to its bad and old draining system بسبب الفيضان المتكرر اللي بيحصل في الشتاء بسبب سوء الصرف في بعض الشوارع اوكي فريقونت معناها متكرر number four the airbag is intended to protect the and the head of the car drivers نركز عارفين ال airbag اللي هي الكيس الهواء اللي بيحمي السائق في المركبة intended يعني الهدف مننا الوظيفة مننا to protect the ان هو ينقذ مين او علشان يحمي مين smog ولا spot ولا reputation ولا torso and the head of the car driver وكمان يحمي الراس بتاعة السائق فاحنا هنا بنتكلم على منطقة ها المنطقة دي احنا عارفينها في الجسم اللي هي بيبقى فيها منطقة الصدر دي الوسادة الهوائية دي بتحمي المنطقة دي في الجسم المنطقة بقى دي في الجسم بتسمى باية ابطال اكيد انت عارفين كلمة torso اللي هو الجزع يا سؤال الجرامر يا شباب from a b and c choose the correct answer as required اقرأ معايا if you not quite if you not quit smoking right now you will lose your lungs طبعا احنا الكلمة او المعنى واضح بس انا عاوز اقولك الكلمة دي او الفعل ده quit بمعنى هاي يقلع عن او يترك او يهجر right now you will lose your lungs يعني سوف تفقد الرئتين بطلب منك انك تعمل طبعا احنا عارفين correct the verb يعني صحح الفعل طبعا على شكل اختياري زي ما انتوا شايفين if you didn't quit smoking right now you will lose your lungs if you want to quit smoking right now you will lose your lungs من if لما تيجي في اول الجملة بيجي وراها present simple اللي هو المضارع البسيط وبالتالي في الجملة التانية اللي بتيجي بعد الفصلة بناخد will برافو عليك وفين الجملة اللي فيها مضارع بسيطة ابطال if you don't quit smoking right now if you don't quit smoking right now you will lose your lungs ركز بقى معايا يا ترى هنا الاستاذ نفى ب don't leave لاني طبعا انت عارف ان عندك الفاعل you فعل جم والفعل quit فعل نظيف الشباب بنسميه ال infinitive verb وبالتالي لما بتيجي تنفي الفعل النظيف الفعل بدون اضافات بتستخدم don't طيب لو الفعل ده مع مثلا ضمير زي he او اسم زي علي مع quits حتنفيب ايه حتنفيب doesn't برافو عليك نمبر سيكس he had to pay a fine because he violated the speed limit نركز بقى معانا هنا في الزمن مطلوب مني ان انا اعمل make negative يعني ان في الجملة ركز معايا في had to برافو هاد تو ده past هتقول لي past وعندك كمان الفعل violated او موجود اللي هو معناه يخترق او اخترق يعني اخترق الايه او تجاوز حد السرعة طيب لما تيجي تنفي الفعل هاد تو اللي هو بيعبر عن ضرورة في الماضي لما تيجي تنفيه هتنفيه بفعل في الماضي صح كده فلازم نحتاج فعل في الماضي وبالتالي لما تيجي تبصي كده معايا هلاخد didn't have to ولا hadn't had to ولا doesn't have to ها اساس الجملة فوق had to في الماضي ما ينفعش نحن نستخدم doesn't ولا ينفع ان انا انفي had مع to بهدنت يا شباب لان had to هنا مين فعل رئيسي تنفيه زي ما بتنفي played زي ما بتنفي slipped فحتنفيه بإيه؟ didn't يبقى الإجابة هنا ستكون didn't have to pay a fine طبعا كلمة fine هنا معناها غرامة because he violated the speed limit لانه اخترق او كسر حاجز السرعة او عدى حاجز السرعة يبقى الإجابة هنا فوق didn't have to pay a fine المفروض هنا علشان المعنى يكون متسق هو لا يستحق او مش لازم ياخد غرامة لانه تجاوز حد السرعة ولا لانه لم يتجاوز حد السرعة المفروض هنا نقول because he didn't violate the speed limit ماشي؟ يبقى مش مشكلة انا عندي هنا تركيز على had to لما تكتين في had to يلا بينا ننتقل للسؤال الثاني وطبعا هو سؤال التعبير برضو مطلوب بني ستة جمال وطبعا هنا التعبير بتاعنا عن the advantages of using technology مزايا استخدام التكنولوجيا الحديثة وطبعا زي ما انتم عارفين الاوتلاين بيكون عليه خمس درجات والتعبير بيكون عليه خمس وعشر درجة الاجمالي بيكون ثلاثين درجة في سؤال الرايتين يا شباب الكوز الرابع معنا يا ابطال بقى كده كوز خامس هنحله ان شاء الله على طول برضو اربع اختيارات يا ابطال يلا بينا كده نبدأ مع بعض هدايك هدايك اللي هو الصداع I think he needs to be a specialist I think he needs to be a specialist فنركز بقى معنا كده انا هنا محتاج مع كلمة specialist عرفت ان هي اخصائي وفيه صداع فطبعا اللي عنده الصداع لازم يحتاج ايه من ال specialist الاخصائي يا شباب اكيد كلنا بنفكر مع بعض في كلمة consult اللي هي بمعنى هي استشير برافو كلمة كلمة prolong معناها نطيل الاستخدام نطيل فترة استخدامها فترة استخدام الايه السورس بتاعة الفوصل فيول اللي هي الوقود الحفري طيب احنا هنا محتاجين صفة شباب هنقول ايه طبعا سهلة جدا طبعا احنا كلنا عارفين وحافظين ان الفوصل فيول سورس او يعني محدودة تمام فوصل فيول سورس او فوصل فيول سورس او فوصل فيول سورس او علشان نطيل استخدامهم فترة استخدامهم لمدة اطول لازم ان احنا نقلل الاستخدام ونرشد الاستخدام انتهى ثلاثة ثلاثة فترة استخدامهم فترة استخدامهم فترة استخدامهم اللي هو عيد الزواج او مناسبة الزواج اللي هي الاربعينية يعني صار لهم اربعين سنة متزوجين فهنا احنا عوزين اسم شباب هناخد ازمة او ازمة ولا كينجسجن ولا سماج ولا انيفيرسري نركز بقى مع بعض كده احنا نقول مناسبة سعيدة زي مناسبة الاحتفال اللي هي مر مرور او يعني تجاوز الاربعين سنة فمشاء الله هنا هنختار انيفيرسري بمعنى اللي هي الذكرة السنوية للزواج بتاعهم اللي هي اربعين سنة ما شاء الله اللي هي اخبت ايه ليسرم ونجد ايه اذن اتجاب طبعا احنا مجربين ايه الشاشات وخاصات من بعض المركات مش عاوز اجيب سيرتها اللي هي تلاقي كده الشاشة بتاعتك اسودت وتروح التوكيل وتدفع خمسة وتمين دينار زي ما حصل معايا بسبب الشاشة لان الشاشة مرة واحدة كده وانت عدت تشتغلت لها فروزن يعني اتجمدت البانات بتاعتها ايه معدتش ايه الزرار بتاعتها تشتغل معك طيب يبنتك كده محتاج ايه I looked for what? Shop Shop damn هيصلح ايه هيصلح الموبايل سكرين اللي هي got frozen يبنتك هنا محتاج software ولا congestion ولا smug ولا breakdown نركز I looked for a software software shop اللي هو برنامج اللي هو بيعمل برامج الايه بيعمل برامج الكمبيوتر وبرامج الايه الموبايل فانت محتاج برمجيات I looked for a software shop اللي هو محل برمجيات يه؟ تمام القواعد From A, B and C choose the correct answers required سؤال number 5 If the teacher not help us, we wouldn't solve the problem ها حالة كان بالكام دي أبطال بصوا كده معايا في الشقيق من الجملة ستلقها معانا wouldn't If the teacher not help us, we wouldn't solve the problem ها الحالة الثانية أبطال يب نعطي برا thì we wouldn't solve the problem If the teacher didn't help us we wouldn't solve the problem While if the teacher doesn't help us, we wouldn't solve the problem While if the teacher hadn't help us, we wouldn't solve the problem If the teacher hadthpeed us, we wouldn't solve the problem مركز معايا in wouldn't موجودة يبقى كل الشغل هنا على ال bold words دي الكلمات المكتوبة بال bold يطرى didn't ولا doesn't ولا hadn't نحن قلنا الحالة الثانية من if اللي لما if تيجي في الأول يجورها verb to ال verb to هنا شباب حيكون على طول didn't برافو عليكم هي الإجابة الصحيحة والمضبوطة if the teacher didn't help us we wouldn't solve the problem برافو عليكم number six it's training heavily I wish I bring my umbrella نركز بقى محتاج منك correct the verb correct the verb معناها صحيح الفعل it's training heavily I wish I bring my umbrella it's training heavily I wish I brought or brought my umbrella it's training heavily I wish I will bring my umbrella نركز بقى معنا هنا شباب الكلام اللي موجود ده it's training heavily في أي زمن present past or future present برافو عليكم طيب لما تيجي تستخدم present simple الواقع اللي دلوقتي المطر شغال بغضارة وتيجي تتمنى اني كان معاك يكون شمسية يه فحتستخدم past simple برافو عليك وبالتالي هنا الإجابة هنا هتكون number B it's training heavily I wish I brought my umbrella دلوقتي بتمطر طب لو كان معاك الشمسية من فترة أو من شوية في الماضي يعني ده اسمه unreal past ماضي غير حقيقي وبالتالي هتستخدم verb 2 لأن الجملة في present okay so that's it تمام طبعا ما شاء الله النمط الأخير اللي جاي ولكن ده موضوع التعبير هو تمطلوب مني ان انا اتكلم عن ايه اتكلم عن ways of conserving energy at homes and in cars حماية والتقليل وتوفير وترشيد استهلاك الطاقة في البيت وفي السيارات ازاي انا عاوزك تكتب لي 6 جمل عن الموضوع ده وطبعا المواضيع متنوعة جدا شاملة الوحدة السبعة والوحدة التمنة 5 درجات على الاوتلاين و25 درجة على البادي ويبقى انت كده عندك الاجمالي 30 درجة في سؤال الرايتين يا بطل طيب طبعا الكوز الأخير ان شاء الله الكوز الأخير يفوت برضو بسرعة كده برضا وسلام عليكم يلا بينا نحل مع بعض يترى هنختار بعد محتاجين فعل صح؟ هناخد خط تذكرتين حصلت على تذكرتين اذا الاجابة هنا محتاجة الفعل برافو عليكم نركز مع بعض هنا اساسا depending on what causes global warming يترى ايه اللي بيسبب global warming يلي هي ارتفاع درجة حرارة العالم which harms earth badly اللي هي بتسبب التضرر للكرة الارضية بشكل سيء يترى هنا هناخدر depending on ايه ازمة او ازمة ولا موتوريست ولا اكيد انتو عرفتوا وربطتوا الفكرتين اللي انتو واخدينهم دايما في المدرسة ان احنا دايما عندنا مشكلة دايما مرتبطة بالجلوبال وورمينج وهي مشكلة الفوسيل اللي هي الوقود الحفوري او الوقود الحفري طبعا عارفين ان هو اللي هو زي البنزين زي البترول وزي الغاز وزي الفحم اللي هي اللي بتسبب ارتفاع درجة حرارة الارض وبتسبب المشاكل الفوسيل فوسيل تسبب جلوبال وورمينج which harms earth badly نعم تركز مع بعض في الجملة الجملة دي احنا بنقول البيت محاط بالشجر لجبال ولا بيفوكال ولا انفيزيبال هل ترى المشاكل الذي كان انفيزيبال بالجملة لا بالطبع لن لأن ماذا لأن الانفيزيبال الانفيزيبال المكان اللي انت مش هتقدر انك تشوف البيت بسبب الاشجار الاشجار مدرية على البيت من الطريق ما تقدرش تشوفه يبقى البيت بالنسبة لك هيكون انفيزيبال يعني غير مرئي مش هتقدر تشوفه من كثرة الاشجار حوله اوكي اذا انفيزيبال بتجيب معنى غير مرئي ما انتش هتقدر في سوق البرمجيات الالكترونية اللي بحنا هنا محتاجين ايه هارت ولا سبات ولا ريبوتيشن ولا تورسو معروفة جدا الساوث كورية غير نورث كورية تمام مشهورة جدا الساوث كورية بجهاز الجالاكسي جهاز الجالاكسي اللي مغلدني على العموم هاز ان ان كريس جروم وات ان د ماركت او الالكترونيكس اكيد انتم بتفكروا معايا فعلا السوق متنامي جدا بينمو بكثرة وبسرعة وبزيادة لان هي بتنتج اجهزة حديثة جدا امكانيات عالية جدا وبالتالي السمعة بتاعتها بتكون متزايدة بشكل كبير ساوث كورية برافو عليكم طيب السؤال الجرامر وهو السؤال الاخير معنا النهار ده ما سيحدث لو مدرست بجد الحالة الكام ديت يا شباب طبعا زي ما انتم شايفين معايا برافو عليكم هنا الحالة ساكن كيس تايب وث تي وث اف تايب 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 ايه حصل لك لو انت مدرست بجد يا ترى هنا هنختار تايب 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 الماضي يجي معه ماضي برافو عليكم يبا سنقول what would happen if you don't ولا if you didn't ولا if you hadn't study قلنا verbi two past simple يا شبابي بالإجابة هي نمبر ماذا سيحدث ماذا سيحدث لو لم او لو ما درستش بجد او لو ما كنتش درست بجد يا that's it number six I didn't visit my family last year I wish I complete نطلوب اني ان انا اكمل الجملة ديت يا ابطال تعالوا كده نفكر في معنى I didn't visit my family last year انا ما درستش او انا ما زورتش عائلتي السنة اللي فاتت I wish I خلاص يعني حصل في الماضي فطبعا دلوقتي it's impossible مستحيل انه يحصل دلوقتي لانه خلاص done finished it's over اوكي لما تيجي تتخيل وتتمنى هتتتمنى حاجة وقعية ولا حاجة مستحيلة للحدوث وبالتالي لما تيجي تستخدمها ايه اللي ابعد من الماضي الماضي التام فاتحول بقى الى البعيد اللي هو هاته verbi three اذا اللي جابة هنا شباب سنقول number C I didn't visit my family last year I wish I had visited them yeah that's it I wish I had visited them فطبعا هترجع قوي للماضي التام فتستخدم بعد I wish had verbi three برافو عليكم يا شباب طبعا موضوع التعبير الاخير هنا بيتكلم عن the disadvantage of overuse of technology technology يعني الاستخدام المفرط للتكنولوجيا شباب طبعا احنا عارفين ان احنا دلوقتي معظمنا مدمنين للتكنولوجيا كبار وصغر وبالتالي علشان يعني تعرف the drawbacks the disadvantage اقول لنا في ستة جمل من انشاءك السلبيات بتاعت الافراط المفرط او الاستخدام المفرط لالتكنولوجيا طبعا خمس درجات على الاوتلاين مطلوب منك انك تكتب topic sentence جملة افتتاحية we concluding says sentence جملة ختمية وتكتب supporting details من اربع جمل عندك اجمالي عدد الجمل شباب ستة تمام الدرجات كلها طبعا الشباب موزعة على تلاتين درجة في الاوتلاين we الحمد لله وصلنا لنهاية الحلقة طبعا بنقول لكم اذا كان في عندكم اي استفسار اي سؤال اي تواصل طبعا دقوا علينا مع الرقم اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي وطبعا زرونا على رابط قناتنا على التليجرام طبعا الموقع القديم اسمه teach me please لو بتبحث عنها جديد ممكن تكتب انجليزي سهل يطلع لك وكمان رابط miss مادلين او مادام مادلين الرابط بتاعها هنا موجود برضو الشباب والحاجات دي كلها ان شاء الله هتلاقوها موجودة على التليجرام عندي وعلى الجروبات بتاعتنا كلها وطبعا دي رابط القناة بتاعتنا انجليزي سهل اللي انتم بتشوفونا مين عليها وده طبعا رابط موقعنا الالكتروني على جوجل ان شاء الله بإذن الله حيكون عليه تفاعلات كبيرة جدا في الفترة القديمة وحننزل عليه كورسات في الفترة القريبة جدا ان شاء الله شكرا على المشاهدة يا رب ان شاء الله الحلقة بتاعت النهاردة تكون مكافأة لكم وفعلا تكون هدية ليكم ونزلت بردا وسلام عليكم وتستفدوا منها جميعا ان شاء الله حصلوا الدرجة الكاملة ان شاء الله في اختبار الكوز الاختبار القصير في الترم التاني وطبعا بمناسبة شهر رمضان كل عمانتم بخير ان شاء الله الاسبوع الجاي حيكون شهر رمضان الكريم يا رب كده ان شاء الله تكون اللحظات الجميلة دي نقضيها مع بعض مع العائلة ومع الاصدقاء في سعادة وصحة وسلامة ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته